مشكلة وليس حلن أخيراً توصلت الحكومة إلى قناعة بأن سوكهلم لم يكن سوى اتفاق دولي لصالح ميليشيا الحوثي هذا ما ظهر من تصريحات المتحدث باسم الحكومة راجح بادي لصحيفة الشرق الأوسط الذي أكد أن الاتفاق الدولي لم تكن له أي آثار إيجابية بالنسبة للحكومة وفر اتفاق السويد الذي رعته الأمم المتحدة نهاية 2018 مظلة لعمليات الحوثيين العسكرية وغطاء لتحشيدهم في جبهاتهم القتالية في أكثر من منطقة جغرافية فضلاً عن ترسيخ وجودهم في الحديدة وموانيها واتضح بعد أكثر من عام أن الحوثي استغل الاتفاق الأممي لصالحه ولم يكن متاحاً له ذلك لولا الصمت الخجول للمبعوث الأممي والأمم المتحدة بحسب اتهام الحكومة وهو ما جعلها على لسان ناطقها تتحدث عن وفاة رسمية لاتفاق السويد ما الذي دفع الحكومة لتعلن وفاة الاتفاق الدولي رغم مرور فترة طويلة على جموده عملياً الجواب الحكومي متعلق بتطورات الأخيرة في منطقة نهم التابعة لمحافظة صنعاء والمحاذية لمارب فالتصعيد العسكري للحوثي في نهم أنهى اتفاق السويد بشكل نهائي وفق تصريح ناطق الحكومة تصريحات الحكومة متأخرة زمنياً بنظر منتقدين أداها لكنها تمثل صحوة إيجابية بنظر آخرين شريطة ألا تكرر الشرعية أخطاها وتستفيد من دروس الاتفاقات السابقة حيث سلم اتفاق السلم والشراكة صنعاء لميليشيا الحوثي وثبت اتفاق السويد أقدامها في الحديدة بينما حم اتفاق الرياض تواجد ميليشيا الانتقال في عدن ولذلك فإن يمنيين يحذرون من خطورة قبول الشرعية باتفاق جديد قد يضيع تضحيات الجيش في نهم ويضع خطوطاً حمراء على تحرير صنعاء كالتي وضعت على السعادة عدن ودخول الحديدة